تفضل أو سيد محتز ألو تفضل أو سيد محتز معاك تفضل ألو السلام عليكم وعليك السلام تفضل شيخ وليب طبعا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويبطاوت وربك ذو الجلال والإكرام وأيضا قال تعالى ليس كمية له شيء طبعا في ظل عقيدة التدسيم التي يؤمن بها الأخوة السلفية كيف للشيخ وليد أن يفسر هاتين الآيتين الكريمتين علما بأن الإمامية لا يؤمنون بشيء اسمه التدسيم ويقولون كما قال الإمام الرضا عليه السلام في عيون أخبار الرضا إنه كل ما في المخلوقات لا تنطبق على الخالق نعم ومن قال أن المخلوقات عندنا تنطبق على الخالق من الذي قال هذا الكلام يعني المقصود طبعا من الذي قال هذا الكلام الأول عندنا ابتداء من الذي قال أن صفات المخلوق الخالق تنطبق على صفات المخلوق أنه الإمام الرضا في حديثه أنا مقالي بالإمام الرضا دلوقتي عندك أنا أقول لك أنت تقول الآن أن الإمام الرضا لا يقول لا يوجد تشبيه الله عز وجل بمخلوقاته صح كده؟ نعم لا يوجد تشبيه الله بمخلوقات كنعم لا حول ولا قوة إلا بالله أنت حي والله حي هل صفات حياتك صفات الله؟ أنت حي والله حي هل صفاتك صفات الله عز وجل في الحياة؟ شيخ وليد الله حي أنا ما أنا مسألتك سؤال جاوبنا عليه لو سمحت جاوبنا على سؤالي أنت حي والله حي هل صفاتك صفات الله؟ الله سبحانه وتعالى حي لكن ليس تمهلي نعم